موسيقى شركة اسرائيلية وعالمية تنهب الاقتصاد الفلسطيني وتزايد العزلة الدولية لتل أبيب موسيقى الاحتلال يواصل توسيع مناطق صناعية في سلفيت تنفث سمومها بوجه المواطنين موسيقى الجيش المصري يقبض على خمسة وثلاثين متشددا خلال حملة مدهمات شمال السيناء موسيقى أهلا وسهلا بكم دعا مجلس الوزراء دول العالم كافة إلى سحب استثماراتها من الشركات والمنظمات الداعمة للاحتلال ومشاريعه الاستيطانية طلب المجلس خلال جلسته الأسبوعية المحكمة الجنائية الدولية بسرعة التحرك وفتح تحقيق في جريمة الاستيطان مشيدا بالتحرك الجاد والمستمر للاتحاد الأوروبي لدعم حل الدولتين وتأكيده على أن الاستيطان غير شرعي ويشكل عقبة أمام السلام استهل مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية مثمنا دور الاتحاد الأوروبي والتزامه بضمان استمرار التنفيذ الكامل والفعال تشريعاته الحالية والترتيبات الثنائية التي تنطبق على منتجات المستوطنات مشيدا في الوقت ذاته بجرأة وشجاعة وزيرة خارجية السويد وما تحلت به من مسؤولية إخلاقية وإنسانية وسياسية بمطالبتها بفتح تحقيق دولي بشأن الاعدامات الميدانية التي تتكبها سلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا بحجج واهية وروايات مزورة إلى ذلك حمل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير محمد القيق بعد رفض المحكمة العسكرية الإسرائيلية إلغاء قرار اعتقاله لمدة ستة أشهر في ظل تواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ ستة وخمسين يوما مشددا على ضرورة الإفراج العاجل عنه نظرا لتدهو رحالاته الصحية التي وصلت إلى الخطر الشديد على صعيد آخر استنكر مجلس الوزراء استمرار حملات التشكيك بالحكومة التي وصلت إلى توجيه اتهامات باطلة لها لمجرد مناقشتها في اجتماعها الأخير موضوع إعادة تنظيم محافظات الوطن إلى أربعة أقاليم مؤكدا أن الحكومة ورغم ما تعرضت له من حملات وما وضعت أمامها من عقبات سواء من سلطات الاحتلال أو بعدم تمكينها من أداء مهامها في قطاع غزة وما تتعرض له من أزمة مالية إلا أنها وبتوجيهات من سيادة الرئيس واصلت تلبية كافة احتياجات أهلنا في قطاع غزة على الصعود كافة أكرم فروخ تلفزيون فلسطين أكد تقرير عدته منظمة هيومان رايتس ووش أن شركات إسرائيلية وأخرى دولية تعمل في المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين في الضفة تنهب الاقتصاد الفلسطيني وتسهم في إطالة الاستيطان في انتهاك صارخ للقانون الدولي أكدت منظمة هيومان رايتس ووش أن عددا من الشركات العالمية التي تعمل في المستوطنات تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني نتيجة نهبها للاقتصاد الفلسطيني وحقوق الفلسطينيين وخصصت المنظمة تقريرا يعد الأول من نوعه للحديث عن التأثيرات الاقتصادية للمستوطنات في الضفة الغربية من أجل تعريف العالم بكيفية مساهمة الأعمال التجارية بالمستوطنات في انتهاك الإسرائيل لحقوق الفلسطينيين تقرير المتاجرة مع الاحتلال يصف الشركات المنخرطة في مشاريع العمل بالمستوطنات الإسرائيلية التي تعتبر انتهاكا للقانون الدولي تعمل في بيئة عنصرية للغاية مستفيدة من السياسة العنصرية الإسرائيلية التي تمنح المستوطنين والأعمال الاستيطانية إمكانية الوصول للمحفزات الاقتصادية وكذلك منحهم الترخيص للبناء والاستخراج الموارد الطبيعية التي هي إما مقيدة بشكل كبير أو ممنوعة قطعيا على الفلسطينيين تقرير هيومان رايتس ووتش وصف كيف تيسر هذه الشركات استدامة المستوطنات غير القانونية وتدعمها وبذلك فهي تدعم نظاما قائما على التوسع من خلال مصادرة أراضي الفلسطينيين ومواردهم وأن الشركات التي يعتبر جزء منها دولية تسهم في إطالة عمر الاستيطان بدفعها الضرائب لمجالس المستوطنات التي تبني مزيدا من الوحدات كل هذه التراكمات لكنها غير كافية المطلوب أن يصبح هناك منظومة قانونية دولية من مجلس الأمن من المتحاد الأوروبي ومن المؤسسات الإقليمية الأخرى بأن يكون هناك حذر رسمي من الدول لمنتجات المستوطنات وأيضا ترتيب عقوبات على أي شركة تقوم بعمل تجارة أو شطات تجارية مع المستوطنات ورصد التقرير خمسة انتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني من شركات دولية تعمل في المستوطنات وبالتحديد في مجال العقارات وحجارة البناء حيث تقوم هذه الشركات بسرقة ما يقارب 12 طنا من الحجارة الفلسطينية سنويا ونقلها لإسرائيل يأتي ذلك في وقت يحضر على الفلسطينيين فتح محاجر جديدة بموجب قوانين الاحتلال ما تجنيه الشركات العاملة في المستوطنات يعتبر سرقة مباشرة من جيوب الفلسطينيين وهنا على المجتمع الدولي أن يمنع ذلك ويضغط على الاحتلال ليسمح لأبناء شعبنا بالاستثمار في المناطق المصنفة جيم هارون عميري تلفزيون فلسطين إلى ذلك صادق الاتحاد الأوروبي على قرار يقضي بعدم سريان الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل ودول الاتحاد على الأراضي المحتلة عام 67 عن المستطنات غير شرعية حسب القانون الدولي وتدمر حل دولتين بعد نقاش عميق شهدته أروقة اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل إذا اتخاذ موقف جديد بشأن الاستيطان في الضفة اتخذ الاتحاد قرارا واضحا يلزم الدول الأعضاء بضمان عدم سريان الاتفاقيات الموقعة من قبلها مع تل أبيب على المناطق التي احتلت عام 1967 ما يعني خروج المستوطنات في الضفة والقدس الشرقية وهضبة الجولان من خارطة العلاقات المتبادلة مع أوروبا أهميته العملية أن يشكل وكان ينبغي أن يشكل منذ الآن مقدمة لخطوات عملية يتخذها الاتحاد من حيث فرض العقوبات على المستوطنات وأيضا فرض العقوبات على إسرائيل ولكن ما اتخذ من قرارات يشكل خطوة للأمام يمكن ويجب أن تمهد للخطوة الحاسمة وهي فرض العقوبات قرار الاتحاد الأوروبي جاء بعد جدال واسع بين الدول الأعضاء إثر وجود كتلة مانعة لتوجهات الدول الكبرى في الاتحاد ففي الوقت الذي كانت تسعى فيه فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا للخروج بصيغة أكثر تفصيلا تجاه المستوطنات عملت اليونان وهنغاريا ورومانيا وبولندا على محاولة تعديل القرار جذريا أو إخراجه من جدول الأعمال وهو ما أدى إلى إضافة تعديل على نص القرار النهائي يوضح أن الموقف الأوروبي لا يعني مقاطعة إسرائيل ويميز بينها وبين المستوطنات في المناطق المحتلة عام 67 إسرائيل والمستوطنات هما جزء لا يتجزى إسرائيل هي دولة الاحتلال وهي من ساعدت وبنات واستثمرت في المستوطنات لاستمرارها في احتلال أرض الشعب الفلسطيني وهي فلسطين بالتالي التفرقة غير محقة وليست في محلها لأن من أقام هذه المستوطنات هي دولة الاحتلال الإسرائيلي وعليها أن تتحمل المسؤولية قرار أوروبا ورغم إعلانه رفض مقاطعة إسرائيل إلا أن تفاصيله حددت مسؤولية تل أبيب عن تعثر العملية السلمية وتقويد حل الدولتين بسبب البناء الاستيطاني غير القانوني وفقا للقانون الدولي داعيا الجانب الإسرائيلي إلى وقفه كليا وتفكيك المستوطنات التي أكدت أوروبا مرة أخرى على التزامها بوسم منتجاتها أوروبا وفي قرارها أكدت أيضا على سعيها طرح مبادرة في الأمم المتحدة لتحريك العملية السلمية عبر تشكيل مجموعة دعم دولية أو عقد مؤتمر دولي للسلام وهو التوجه الذي يعد متوافقا مع المطلب الفلسطيني لا شك أن الموقف الأوروبي يشير إلى نطج سياسي إزاء الحقوق الفلسطينية لكن الفيصل في تقييم التوجه الأوروبي يكمن في بلورة موقف حاسم وشامل انتجاه دولة الاحتلال وعدم خفض صقف قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالصراع عند طرح أي مبادرة دولية للحل زيد أبو شمعة تلفزيون فلسطين رام الله يأتي ذلك في وقت تواجه فيه الحكومة الإسرائيلية عزلة اقتصادية في ضوء تزايد المقاطعة الدولية لها نتيجة سياساتها الاستيطانية واعتباءاتها على الفلسطينيين يبدو أن زمام الأمور في محاولات شرعنة المستوطنات ومنتجاتها قد فلتت من بين يدي حكومة الاحتلال التي تواجه حاليا تزايدا في عزلتها كردة فعل من المجتمع الدولي المعارض لسياسة الاستيطانة انخفاض في الاستثمارات الأجنبية وصل إلى 46% شهده الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام 2014 مقارنة مع سابقه حسب تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في العامين الأخرين بلشت نجد تأثير لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها المعروف باسم بي دي اس تأثير اقتصادي على إسرائيل وليس فقط تأثير أكاديمي وثقافي أي أن عزلة إسرائيل الثقافية والأكاديمية بدأت تترجم لعزلة اقتصادية متزايدة ومع بداية هذا العام بدأنا نجد حتى بعض الشركات الكبرى مثل شركة أورنج تعلن عن إنهاء علاقتها مع شركة بارتنر الإسرائيلية سيتم هذا الإنهاء للعلاقة قريبا بسبب تورط بارتنر في المستعمرات الانخفاض الذي أثار قلق حكومة تل أبيبة عزى محللون أسبابه إلى العدوان على غزة والاستيطان الذي أدى إلى نمو حركة المقاطعة دوليا وعقب التساع دائرة المقاطعة للبضائع الإسرائيلية خاصة منتجات المستوطنات سجلت الصادرات الإسرائيلية تراجعا بنسبة 7% العام الماضي ما أثار تخوف حكومة نيتنياهو التي تناقش لجنتها الوزارية لشؤون التشريع مشروع قرار يقضي بوسم بضائع دول تقوم بوضع إشارات على بضائع المستوطنات في أسواقها في محاولة إسرائيلية لمواجهة موجة المقاطعة التي تهدد اقتصادها نريد المزيد من هذه العجلة ونريد موقف أصلب فلسطينيا يطالب العالم بعزل إسرائيل على كافة الصعود حتى الآن هناك تقصير في هذا المجال بناء منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية وهي أهم منظمة حقوق إنسان في الولايات المتحدة أصدرت تقرير اليوم طالبت فيه بخفض الدعم الأمريكي لإسرائيل بمقدار دعم إسرائيل للمستعمرات يعني هناك خطوات متقدمة تحصل في العالم ولكن نريد مقابلها تطور في الموقف الرسمي والشعبي الفلسطيني لزيادة عزل إسرائيل داخليا وخارجيا أمام قرارات وردود فعلا دولية تبقى حكومة الاحتلال متشبثة بسياسة استيطانية تؤكد من خلالها رفضها لأي خيار يفضي إلى حل الدولتين لتلفزيون فلسطين شادا غنام وحول هذا الموضوع وأكثر ينضم إلينا في الستوديو استاذ القانون الدولي الدكتور حنى عيسى أهلا وسهلا بك دكتور يعني لو تحدثنا بأن العزلة الاقتصادية التي تفرض على إسرائيل في هذا الوقت قد بلغت ذروتها بالفعل وهذا ما قد نستطيع الوصول إليه في الحد الأقصى أو أنها أشبه بالسفينة بلا ربان هي خطوة متقدمة إلى الأمام بما يتعلق بالرأي العام الدولي وبالأفعال التي سيقومون بها وخاصة قبل ذلك وسم المنتجات الإسرائيلية على سبيل المثال وتمييزها عن المنتج الإسرائيلي كمستوطنات غير شرعية وغير قانونية هذه خطوات إلى الأمام وخاصة أوروبا تلعب دورا كبيرا في دفع المبالغ المالية عن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة وأوروبا بدها دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل خيار الدولتين وبالتالي هي تقوم بخطوات لأنها لا يعجبها السياسة الاستطانية الإسرائيلية وإسرائيل تعلم الجميع دون استثناء بأنها تسيطر على 61% من أراضي سي وهي الآن تعمل على دمج هذه المنطقة وكأنها لا يتجزع من الأمن الإسرائيلي وهذا يعني بأن هناك لا يوجد دولة فلسطينية على الإطلاق لهذا السبب التحاد الأوروبي ينشط في هذا الاتجاه والرأي العام الدولي ينشط في هذا الاتجاه من خلال المقاطعات من خلال اتخاذ الكرارات وآخرها ما اتخذه القرار الأوروبي وقبل ذلك أنتم سمعتم بالتقرير الذي نشرته Human Rights Watch وهو تقرير نوعي أعتبره أنا كأستاذ القانوني الدولي وخاصة أتى في الوقت المناسب في الوقت المناسب ليظهر إسرائيل وعدوانها المتواصل وأداته إرهاب الدولة للسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية وإسرائيل بدأت من 1-1 2016 للتعميم الرأي العام الدولي بأن هذه أراضي متنازع عليها لا يسكنها فلسطينيين هذه منطقة بدرحة ليرحلون من مكان إلى مكان وبالتالي إسرائيل تريد السيطرة على ذلك وخلع فكرة إقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل القرار الذي يحاول الاتحاد الأوروبي فرضه على الحكومة الإسرائيلية والذي يؤيد عزلة اقتصاد المستوطنات أكثر وأكثر هل قد نرى له نتائج إيجابية على الأرض وما الذي قد يفرزه مثل هذا القرار وأيضا التحقيق إذا مشبهناه بالتحقيق في الحرب على غزة ما الذي قد يفضي إليه هذا هي نتائج إيجابية من الاتحاد الأوروبي ومشكورة والاتحاد الأوروبي مقسوم تقريبا هناك فعى تؤيدنا وفعالات تؤيدنا والغريب العجيب الرفاق في الدول الاشتراكية يقفون إلى جانب دولة إسرائيل مثل إمرأة تم قتلها وعندها ست أطفال ومستوطن حامل إلى آخر هؤلاء أولا يجب أن لا يكونوا استنادا لنص المادة 49 فقرة السادسة من اتفاقي جنف الرابع لسنة 1949 وبالتالي هذه الدول للأسف الشديد وقفت لتخفيف حدة الكرار على المنتوجات الإسرائيلية ومقاطعتها بما يتعلق بالاتفاقات الثنية أن تكون خارج إطار الأراضي الفلسطينية المحتلة وهذه الاتفاقيات لم تكن بداية هي اتفاقيات سنة 1975 عقدت ومن ثم 1995 وتم التوقيع ودمجها في 96 سنة 2000 ودخلت حيز التنفيذ في 1.6 ألفين بما يتعلق بالشراكة في كل مناحي الحياة مع الاتحاد الأوروبي وكان الاتحاد الأوروبي يفكر بأن إسرائيل ستقيم دولة فلسطينية لجانب دولة إسرائيل وأن الدولة الفلسطينية ستقام في 4.5 1999 وكان يطلب أن ذاك من المرحوم القائد ياسر عرفات الاتحاد الأوروبي يتأنى شوي صغيرة لكن تبين الاتحاد الأوروبي باليقين بأن إسرائيل لا تريد دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل ونحن نتذكر جميعا كما ذكرت أخي لأن هناك ثلاث حروب جرت على كتاعة غزة 2008-2009 2012-2014 قتل أن ذاك من الفلسطينيين حوالي 2140 ومن الإسرائيليين 67 بحسب الإحصائيات وبالتالي إسرائيل دولة لا تقيم وزنا لا للاتفاقات الثنائية مع السلطة ولا مع الدول العربية ولا حتى احترام الاتحاد الأوروبي الذي يمول إسرائيل بدل احتلالها لأراضي الفلسطينية المحتلة من ناحية المالية ويريد كذلك تبعاتها القانونية على الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي صحى قليلا في الآونة الأخيرة وبدأ باتخاذ خطوات فعلية وهذه كلها تؤثر على السياسة الإسرائيلية والآن بن يمين نتنياهو في عزلة دولية بما يتصرف ويحاول إظهار عكس ذلك بالدبلوماسية الإسرائيلية إلا أنه فشل وبالتالي ما يتخذه الاتحاد الأوروبي على المستوى الأخير وخاصة تقرير هيومن رايس ووتش هو ضربة في العمق جاءت إلى إسرائيل وخاصة لأول مرة يتعلق بالجانب الاقتصادي لأن إسرائيل تسرك الموارد تهين العمال تستولي على الأراضي تقيم المزارع هناك أكثر من 160 مصنع في داخل أراضي الفلسطين المحتلة عسكرية زراعية صناعية كل ما يخطر على بالك وكأن إسرائيل نقلت المسألة من تل أبيب إلى وسط الضفة الغربية وخاصة تنقذ المحاجر هي تسيطر الآن من 10 مليون إلى 12 مليون تستولي على محاجرنا 94% من نسبة المحاجر تذهب إلى إسرائيل كل ذلك يأتي في إطار ماذا؟ يأتي في دار التخريب على السلطة الفلسطينية والتخريب على إقامة دولة فلسطينية وبالتالي على المجتمع أن يتحمل المسؤولية وأنا أرى أوروبا لعبة دورا إيجابيا في هذا الاتجاه دكتور حنى على عجالة الوقت يداهمنا رأيكم القانوني في مقاضات إسرائيل على ما تنتهكه في مناطق إيوان أولا إسرائيل تنتهك كل الكرارات الدولية في اتفاقيات القانون الدولي الإنساني المتعلقة بضبط وتنظيم تصرفات المحتلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إسرائيل تنتهك الاتفاق الثنائي مع منظمة التحرير الفلسطينية وبالأخص في 1995 وبالتالي كل ذلك يأتي في إطار جرائم ترتكبها إسرائيل بما يتعلق في الأراضي الفلسطينية المحتلة على جميع المستويات لهذا السبب يجب أن ننشط في توثيك هذه الجرائم التي ترتكب ونحلها الجهات الدولية بما فيها محكمة الجنائيات الدولية شكرا جزيلا لك كنت معنا الأستاذ في القانون الدولي دكتور حنى عيسى شكرا جزيلا لك كل تحية لكم إلى ذلك انتقد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تل أبيب دانيل شابيرو ممارسات سلطات الاحتلال في الضفة خاصة الاستيطان مؤكدا أن تلك الممارسات تطرح علامة استفهام كبيرة حول نيات إسرائيل إذا أحل دولتين حالة من ذهول أصابت الحكومة والجمهور الإسرائيلي بعد تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل دان شابيرو التي صرح بها خلال مشاركته في المؤتمر السنوي لمؤسسة دراسات الأمن القومي ووصفت الصحافة هذا اليوم باليوم الأسود للدبلوماسية الإسرائيلية حيث وجه شابيرو انتقادات لذعا لسياسة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وحمل إسرائيل المسؤولية عن حالة الجمود السياسي وزيادة الإرهاب مرجعا ذلك إلى نشاطها في المستوطنات ومضيها قدما لبناء وتوسعة المزيد منها لتصبح سبعين في المئة من الأراضي المصنفة جيم التي تسيطر عليها إسرائيل مناطق نفوذ تابعة للمستوطنات وخاصة بعد قرار وزير الأمن الإسرائيلي موشي علون بإقامة مستوطنة جديدة على أراضي كنيسة بيت البركة جنوب الضفة الغربية الأمر الذي يوسع أكثر الكتلة الاستيطانية غوشعة سيون السياسات الإسرائيلية أزاء المناطق المحتلة الضفة الغربية والقدس وغزة وغيرها تتناقض مع أبسط قواعد القانون الدولي ومن الأمر الطبيعي أن تتناقض في هذه الحالة المصالح الوطنية الإسرائيلية مع المصالح الوطنية الأمريكية وهذا التناقض في نظري سيأخذ في التصاعد والوضوح أكثر وأكثر كما أشار الشفير في تصريحاته أن إسرائيل تعيق حل الدولتين باعتباره الطريق الوحيد للاستمرار والحل لمنع تحول إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية وقال بأن إسرائيل لا تعالج عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين وتتعامل بمكيالين في إنفاذ القانون في الضفة أحدهما لليهود والآخر للمستوطنين وتتساهل مع حلات عنف وإرهاب المستوطنين الآخذة بالازدياد تأتي تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية بعد فشلها فشلا دريعا في عملية تحقيق أي إنجاز على صعيد القضية الفلسطينية من خلال المفوضات الثنائية بالرعاية الأمريكية وهي التي انحازت إلى الاحتلال طور الفترة الماضية ولم تحقق أي إنجاز في سياق إنحيازها السافر إلى الاحتلال والذي أعطها الضوء الأخضر للاستمرار في هذه الوقاية على الأرض لذلك نحن نعتقد أن السياسات الآن للمجتمع الدولي التي لابد أن تطلع في دورها من أجل وقف هذا العدوان وجرأ من ضد الشعب الفلسطيني وأجل أيضا وقف سياسة الاستطار الاستعماري غير الشرعي وغير القانوني في أراضي الدولة الفلسطينية فيما رد مكتب نيتنياهو على هذه التصريحات واصفا إياها بغير المقبولة وغير الصحيحة ولم تلاقي أي ترحيب أو قبول لدى الأطراف الإسرائيلية ما كشفت عنه التصريحات الأمريكية من موقف رافض لأداء الحكومة الإسرائيلية وإجراءتها ضد الفلسطينيين وضعت إسرائيل في مأزق دولي وقلبت السحرة على الساحر بعد أن كانت إسرائيل ترى في أمريكا السند والحليف الذي يدعم قراراتها رغم عدم شرعيتها ميساء الأحمد تلفزيون فلسطين البيرة تواصل سلطات الاحتلال توسيع أربع مناطق صناعية جاثمة على أراضي المواطنين في محافظة سلفيت تنفث سمومها في البيئة المحيطة بركان استيطاني قد فحممه في كل أرجاء محافظة سلفيت عشرون مستوطن يتبعها أربعة صناعية استعر فيها البناء كل شيء استباحته إن كان أرضا أم ماء وبالطبع لم يكن الهواء بمنأ عن ملوثاتها الكيماوية محافظة سلفيت مثل باقي محافظات الوطن نتعرض لهجمة استيطانية شرسة عامة وفي قرية حارس نحن لدينا أربع مستوطنات طبعا محاطة بألاضي قرية حارس هذه المستعمرات منها ما هو سكني ومنها ما هو صناعي بلدة كفرديك محاطة بالاستيطان من كل الجهات مثل مستوطنة علي زهاب ومستوطنة بدؤيل ولم يكتفوا بهذا القدر وإنما قاموا ببناء منطقة صناعية كما ترون وهي لا تبعد عن مساكن المواطنين عشرة أمطار تلك المناطق هي وجه آخر للاستيطان حيث وصلت حدود بعضها منازل المواطنين كما في بلدة كفرديك لا يصدها ولا يوقف زحفها شيء حيمنة احتلالية تغذيها أطماع عنصرية غير الدار ما إنا وزاتي عميد إينا ولا أعودت عمي تلاثمائة عرقزاتون بستة مدرم كل رحل غير الدار الله ما عكبوا إنا شو نسوي إنا الله إنا الله بس أصبح مألوفا أن ترى المصانع الكيموية على مشاري في قرى محافظة سلفيت وبلداتها وحتى بين بيوتها ويكون مواطنها وأرضهم هدفا للاحتلال على حد سوى كل عصير استيطان استخدمها الاحتلال لجلد هذه الأرض مناطق صناعية هي في الواقع مرآة تعكس وجهه التوسعي من بلدة كفرديك تلفزيون فلسطين وينضم إلينا من سلفيت البحث في شؤون الاستيطان خالد معاني أهلا وسهلا بك سيد خالد إلى نشرة التاسعة يعني بداية ما الذي تؤثر به المستوطنات الأربع التي تحاول سلطة الاحتلال نهب المزيد من الأراضي من خلالها نعم يوجد أربع مناطق صناعية في محافظة سلفيت وهي المناطق الصناعية في منطقة بركان ومنطقة رئيل ومنطقة عمونيل وإليزهاب الصناعية هذه المناطق الأربعة تكون على مدار الساعة بناء المزيد من الأراضي عبر مصادرتها وتوسع بناء المصانع الاستيطانية تكون أيضا هذه الأربع مناطق صناعية بتلويث البيئة في محافظة سلفيت حيث شكى مواطنون من قرية سرطة التي تقع إلى الغرب من المنطقة الصناعية بركان من وجود غازات ذات رواح كريهة مما اضطرهم إلى إغلاق منازلهم وإحكام إغلاقها قبل أيام أيضا تلوث هذه المناطق الصناعية الأربع أراضي وديان محافظة سلفيت حيث أن الأملاح الزائدة التي تتسبب فيها في التربة تتسبب بقتل جميع أنواع النباتات أو الأشجار بعض الأشجار يبست في هذه الوديان بفعل التلوث التي تسببت في هذه المناطق الصناعية الأربعة أيضا تلوث هذه المناطق الصناعية المياه الجوفية السطحية حيث يعيد الاحتلال استخدامها ونهبها وسرقتها وبيحة للفلسطينيين بأسعار مضاعفة أكثر مما تباعة للمستوطنات سيد خالد نعم تحدثت حول الواقع البيئي وأيضا الواقع الجغرافي في سلفيت لكن إذا ما تحدثنا عن الواقع الديمغرافي والسكاني في منطقة سلفيت ما الذي يؤثره قرب هذه المستوطنات من منازل المواطنين وأماكن عيشهم؟ نعم يعني وجود 24 مستوطنة في محافظة سلفيت مقابل 18 تجمع سكاني ووجود ثلث محميات طبيعية ووجود الحواجز والمعسكرات في محافظة سلفيت كل هذا عمل على إخلال التوازن الديمغرافي لصالح المستوطنين في محافظة سلفيت الأرقام والإحصائيات تقريبا تشير إلى وجود 100 ألف مستوطن في محافظة سلفيت تعتبر مستوطنة الثاني أكبر مستوطنة في الضفة هي المستوطنة الوحيدة التي يوجد فيها جامعة استيطانية وهي أيضا المحافظة الوحيدة التي فار التوازن الديمغرافي يميل لصالح المستوطنين يعني الاحتلال يمارس سياسة الاستيطان بشكل متسارع وتغول كبير جدا في حالة مواصلة الاستيطان كما هو حاصل حاليا فإنه سيتم فصل شمال الضفة عن جنوبها من عند حاجز زعترة شرق سلفيت وجنوب لابلس حتى كفر قاسم في الأراضي المحتلة عام 48 هذا الشريط الاستيطاني المقوم من 24 مستوطنة يعني سيقتل في المستقبل حلم إقامة الدولتين وبالتالي يعني لا يعني الاحتلال يضيق على المواطنين محافظة سلفيت كما هو يضيق على جميع محافظات الوطن حكومة سيتينياه تضرب بعرض الحائط جميع الاتفاقيات والشرائع الدولية التي تمنع ولا تجيز الاستيطان في الأراضي المحتلة عام سيد معالي سيد معالي كونكم كباحث في الشأن الاستيطاني عدا عن وجود مستوطنة ريئيل وأيضا التجمع الاستيطاني في سلفيت لقطع أواصر الدولة الفلسطينية ما الذي يجذب الاستيطان في سلفيت من مقدرات وثروات للشعب الفلسطيني نعم يعني الاحتلال وحكومة تنتينياه تنظر لمحافظة سلفيت نظرة استراتيجية باعتبار أن محافظة سلفيت يعني فوق مجمع المياه الغربي أو حوض المياه الغربي فوق بحيرة مياه يقوم الاحتلال باستغلالها يقوم الاحتلال بضخ مياه من محافظة سلفيت إلى منطقة جورشدان في الأراضي المحتلة عام 48 يعني الاحتلال أيضا يقوم بسركة أجود أنواع الأتربة التي يعني من اللون البني والأحمر وهي الغنية بالمواد الطبيعية يقوم بسركتها ونهبها وبيحة للأراضي يعني في داخل المستوطنات أو في داخل مدن الاحتلال في الأراضي المحتلة عام 48 أيضا يقوم بسركة الحجارة هناك يعني كسارات ثابتة في منطقة الزاوية وهناك كسارات متنقلة يقوم بتكسير الحجارة وتزويد مصانع الباطن لبناء الوحدات الاستيطانية ويقوم أيضا لأرصفة شوارع المستوطنات يعني الاحتلال يستنزف الموارد الطبيعية في محافظة السلفيت ويترك سلفيت والوطن بلا مستقبل وبلا موارد طبيعية للدولة المنشودة شكرا جزيلا لك كنت معنا من سلفيت الباحث في شؤون الاستيطان السيد خالد معالي شكرا جزيلا لك في الشان العربية والدولية ألقت قوات الجيش المصرية القبض على خمسة وثلاثين متشددا في حملة مدهمات جنوبية مدينة الشيخ زويد شمال سيناء تنتشر في محافظة شمال سيناء عدة مجموعات مسلحة متشددة أختارها أنصار بيت المقدس التي أعلنت ولاها لتنظيم داعش وأطلقت على نفسها اسم ولاية سيناء إلى ذلك ذكرت مصادر أمنية مصرية أن أربعة من أفراد الشرطة بينهم ضابطان أصيبوا في تفجير استهدف مدرعة بمدخل مدينة العريش المصرية قتل مائة وتسعون شخصا في معارك شرسة بين مسلحي تنظيم داعش والجيش السوري في مدينة ديرزور شرقية سوريا شرن مسلح داعش هجوما استهدف مناطق تحت سيطرة الجيش في المدينة ما أصفر عن مقتل مائة وعشر جنديا وسبعين آخرين من التنظيم بحسب المرصد السوري في ليبيا أعلن مجلس رئاسي تشكيل حكومة وفاق وطني تتألف من اثنتين وثلاثين وزارة بموجب الاتفاق الذي وقع الشهر الماضي برعاية الأمم المتحدة في المغرب رحب رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتين كوبلر بتشكيل الحكومة داعيا مجلس النواب الليبي إلى الاجتماع سريعا ومنحها الثقة في باريس توقعت الوكالة الدولية للطاقة تراجعا إضافيا في أسعار النفط خلال العام الجاري بعد عودة إيران إلى السوق النفطية حيث ستعوض عن أي انخفاض في الانتاج قد تقرره دول أخرى قد تقرره دول أخرى قالت الوكالة في تقريرها الشهري حول السوق النفطية إنه في حال لم يحصل تغيير فإن السوق النفطية قد تغرق في فائض العرض وبالتالي فإن الأسعار ستتراجع بشكل إضافي إلى باكستان حيث قتل تسعة أشخاص وصيب خمسة وثلاثون آخرون في هجوم انتحاري وقع في سوق على أطراف مدينة بيشاور شمال غرب البلاد ذكرت مصادر أمني أن الهجوم استهدف مسؤولا في الشرطة بالمناطق القابلية مرجحة ارتفاع حاصيلة القتلى بسبب وجود عدد من المصابين في حالة خطرة أخيرا وفي موضوع آخر دعا مشاركون في مؤتمر دولي للطاقة عقدة في الإمارات العربية المتحدة إلى تحرك سريعا لتنمية الطاقة المتجددة والتعاون بين القطاعين العام والخاص لتطبيق قرارات قمة المناخ الأخيرة التي عقدت في باريس دعا مشاركون في مؤتمر دولي للطاقة في أبوظاب الاثنين أبرزهم الأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون إلى التحرك سريعا لتنمية الطاقة المتجددة والتعاون بين القطاعين العام والخاص لتطبيق مقرارات قمة المناخ الأخيرة في باريس حان الوقت للتحرك على الحكومات القطاع الخاص والمنظمات الدولية الشروع في تنفيذ الأهداف السبعة عشر العالمية من جهته قال وزير الخارجية الفرنسي لورون فابيوس خمس سنوات حاسمة قبل أن يدخل اتفاق باريس حيز التطبيق علينا استغلال هذه السنوات لتحويل اقتصاداتنا وسيتيح اتفاق قمة المناخ إعادة توجيه الاقتصاد العالمي نحو نموثج أقل إنتاجا لانبعاثات الكربون ويتطلب ذلك التخلي تدريجيا عن المصادر الأخفرية التي تستحوذ إجمالا على إنتاج الطاقة عالميا والاستعادة عنها بمصادر طاقة متجددة في الختام هذا تذكير بأبرز عنوين نشرتنا لإخبارية شركات إسرائيلية وعالمية تنهب الاقتصاد الفلسطيني وتزايد العزلة الدولية لتلابي الاحتلال يواصل توسيع مناطق صناعية في سلفيت تنفث سمومها بوجه المواطنين الجيش المصري يقبض على 35 متجددا خلال حملة مدهمات شمال سينا أشكر لكم طيب المتابع دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر